قلتي لأنا أول رجال بحياتك لهذه الخانوم أنت إيدك ما خليتين نمسكها ومعك اللي كنت صارحتين بحقيقة وما كان عندي مشكلة أبداً ومفكر حالك زرت بريطاني ومخك متحرر لأنك درست بره يعني؟ سأل حالك ليش رجعت أتزوجت من هون؟ مو بدك واحدة شريفة وعفيفة وما ما أسمى غير أمه؟ أصدق معدي اخترع لي هاي القضية ما أبعرف غشو تدليس لا أبو القاضي عزراء بإمرة وخيط هي اسمها فضيحة فضيحة بس عفكرة ياسر أسقط حقه لولا هيك انتين سجنتي أنا اللي مجنني إنو شلون انكشفت؟ في كتير بناتي بيعملوها أكتر من مرة وما حدا بيدرع إلا أنا حظي مسخة بس المهم ممنح أهلي ما عرفوا وانتي ما رح تقولي لحدا مو؟ أنا هون محاميتك ما لي صديقتك بعدين تعي لهون انت شلون قدرت تخبي علينا عساس نحن رفقاتك وما في ولا حدا بحياتك بعدين كيف وشلون وقيمتا يخرب بيتك مقواكي بس رح أخبر شان شو؟ حبيتك وطلع ندل شو ساوي؟ قالت زوجت لأنستير وحيكة شفمي؟ مشكلة انتي بلشتي حياتك بكذبة كذبة كبيرة هاي أنا صار عمري 29 سنة ما عندي ولا علاقة ما بخلي ولا رجالي يلمسني قبل الزواج لأنه نحن بمجتمع شارئي أصحي ليال أصحي شارئي يا خوفي انتي تقضيلي عمرك هيك عايشي على المسلسلات التركية والأحلام السخيفة تبعيك ديمة هاي مساعدة هذا رقمي، حاكيني ضروري سيد السيارة جاهزة يلا يا أبي لا تنسي خلي أبوكي يحكي معي ضروري يحكي معي ها والله بعد سماعة موسيقى 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 لو شفتي القاضي والطبيب الشراعي كيف كانوا عم يطلعوا فيني كامي واحدة فلتن خلاص حبيبتي طولي بعليك روقي بلك رحجن، رحجن شلون انكشفت بآخر لحظة مين قللك؟ هاي ديمة أكيد بعرفها ما بتقدر تكتب السر بصراحة منصور اللي حكالي القاضي هو اللي قايله منصور؟ وبيقولوا عن المرسة لسارة وهنين التركيون يقعدوا يبيطوا وبناجلوا بس بس رح أطلع منا بكرا بتشوفي إن شاء الله وأهلك اخترع لون شي كذبة بقلون إنه إنه هو كان متزوج وعنده أولاد وتزوجني بس بفترة إقامته بسوريا بس هيك مو صح وشو بدك يعني أعمى؟ روح صاروحهم بالحقيقة؟ ايه فوت لعن دور مرحبا بابا مرحبا ماما لو سمحتوا عاوزتكم باجتماع مصغر وحطيلي خط أحمر تحت هاي الكلمة أنا مالي بنت مش عن هيك جوزي طلقني يعني إذا أبي أو أخي ما دبحوني ابن عمي بيتبحني لنيحي حسن شي بحساق بليك فنجرة أهوة أهليه بحلتها نفسي أهليه بمضروفة كيفك ليورك؟ بحوة أنا بس بدي أعرف كيف خلتي يتضحك عليكي المرحة لما بتحب بتستسلم المرحة لما بتحب بتستسلم بس كان فيك ترضي حالك وترضيه من دون ما توصل له هاي المرحلة مع أنه أنا يعني ضد هاي القصص كلها يعته ديما مو أتو قادر حكي خلاص بعدين ايه خبتو شو قوي لي كيف كشفها كيف؟ صحي؟ يعني ليش ما ركبتي واحد صيني؟ خلاص لي ولتضحكي لك شوي شو رأيكم ونطلع عشي مكان؟ لا أفوز ايدات مجاية شو بلا بلا يابا صبي لها صبي لها يا مجاعة لها شامي ودايكي سلوه اللي يول بليتي أهلا وسهلا نسلاموه شو بحبي بريتسا تيرو تحبي كل شي بس كأنه أنتو اليوم ممتبحتو أنه أنا شاري عشان جديد شاريت عشان جزة خمس طعف ومية وخمس ليرة مو معقولة شو بإدخورة في أنت هيك أنا حبيبتي حسب الثقة بالنفس بس إشتري إفعغالي لا أولا لكعشير غبب لي على قلبي يقولي يا مدام و أنت رغز علي لمasi موصر لك تسع وشرين سنة عامله في رهبة كرم أعرفت وسطي له هاللقب ما رح ردي عليكي أنتي خبرتك ليار؟ نصور خبرني هو قال إنو بدو حاكي كيب شام مريضا مون؟ ايه هلأ هو إجال عندي بس ما خبرني هيك شي أبداً نصاري لازم همم هذي هلأ نخلص ومطلع سواه دعن خليكو نعمين عندي أنا ما فيني أهلي ما بيخلوني شوفي شام أنا اليوم ما فيني أبداً بكرة طيب بكرة عم باستر منظر نيحا نيحا ارتعبان كثير شوفي ليار ما فيشي قتلى تم منطلع أبوكي ضربة عادي متعودة أبوكي وأمك؟ أمي؟ أمي المهم بابا يكافأة آخر الليل ويفوتها على غرفته كانت دايما نتحط علينا الحق أن نتزوج عليها بحدة تانية ممممممممممممممممممممممممممممممممم لم؟ لأن كل خلفة تبعت سوف يساوي عليك فنجان قهوة تراوي دمك فيها ويكنا أكلنا أكله من الزمان أو هرمونات الحنية شغالة عندك أضربة ما أغلزك أولا كنت سوف يساوي القهوة وإرجع عليك خلاص ده بدومي إذا عندك شغل فيك تروحي صرت مليحة معني نفس لك صحيح هلأ شو بدك تشتغلي ما بعرف هم فكر أرجع على شركة أبو ميار هلأ شهادة جامعية أضرب وأطرح وبدك ترجع تشتغلي سكرتيرا ليك كيتيما خربانة وخربانة أنا مفصولة من الجامعة و ضليت خمسة سنين بالسنة الأولى والشهادة اللي ورجتينا ياهم مزورة لا أنا ما عم صدق أنت كيف بتقدر تكسبك لهالقد؟ طلعي بوشي بتحرفي إيه بس نحنا رفقاتك مو أهلك رفقاتي؟ عادي حتى رفقاتي بيخسلوا بعضهم لا خليكي خليكي شبكي ما كان قصدي موسيقى موسيقى